لم يكن الشاب حميد يتقن حملة البندقية أو التعامل معها لكنها ومنذ سنوات أصبحت رفيقته في جبهات الحرب فالشاب المفعم بحرارات الثورة والقادم من ساحاتها السلمية وربيع التغيير وجد نفسه مجبرا على الخوض في جولات القتال لمواجهة الانكلاب كغيره من شباب فبراير حيث تبدلت الشعارات والهتافات والصدر العارية بخزائن الرصاص ومتاريس الجبهات في 2011 خرجنا ثورة شبابية شعبية سلمية وصدرنا عاليات من قبل أن نحمل البندقية وأجبرنا على أن نحمل البندقية الآلية ووصلنا إلى هذا المكان إلى مارب وإلى الجوف وإلى جميع المناطق ونحن حاملين البنادق كي ندافع عن عرضنا ووطننا من مليشيات الحوثي الانقلابيين قابضون على الزناد متشبثون بأحلام الوطن الكبير والسعادة الدولة بعد تسعة أعوام من انطلاق ثورة الحادي عشر من فبراير التي تحل ذكرها كذه المرة واليمن يواجه منذ خمس سنوات حروبا كثيرة من بينها الانقلاب الحوثي على آمال وتطلعات اليمنيين والذي لم توفر معه أدوات وأجندات الثورات المضادة مؤامراتها ودعمها السخي لإخماد مشروع الربيعي والدولة المدنية وحلم التغيير رغم المؤامرات التي قامت على ثورة فبراير سنظل صامدين وثابتين حتى نسترجع دولتنا وندق الظلمة والمليشيات الانقلابية وكل من تآمر على ثورة الشباب في حقول الأحقاد والمؤامرات يصارع الشباب اليمني الحالم على امتداد البلاد ومنها الجوف مشاريع الانقلاب على الدولة والشرعية شمالا وجنوبا ومساعي التوسع والهيمنة التي تمولها قوى إقليمية ودولية بهدف تغييب المشروع الوطني الجامع وإضعاف دولة اليمنيين وإسقاط سيادتها تسعة أعوام مضت وحتى اليوم لم تتحقق رغبات اليمنيين في التغيير والحرية وفي طريق الخلاص والبحث عن الدولة يدفع الشباب اليمني الثمن باهظا بعد أن غدر بثورتهم السلمية وتحولت البلد إلى ساحة مفتوحة تعبث بها أدوات الثورة المضادة والحرب بالوكالة على الجراد يقناة بالقيس الجو